في كثير محطات بعد من تالة لكن لو نجي للحقيقة أنا ضيعت كل شيء ولقيت تالة لأنه أنا عرفت قيمة الحياة الحقيقية السرطان والإعاقة والموت وكل هذه المتاهات تعرفك قيمة نفسك صناعة الأمل في 2024 مبروك التكريم توقعت التكريم؟ يعني من بداية قبل 8 سنوات لا أنا ما دخلت لأني أحتاج أني أتكرم أنا دخلت يمكن تراوما أو أني بس أريد أعرف هذا الطفل اللي عنده سرطان شونه محتاج فبحياتي ما طلبت أنه أحد يتشكرني أو أنه أحد يكرمني ولا بحياتي حضرت تكريم لأنه أنا ما كنت أريد الناس تعرفتها له حتى لا تكون هي بطلة الصورة وكل الأبطال الحقيقيين اللي في الصورة يختفون فهذه أول مرة بحياتي أن أحضرت تكريم منهم الأبطال الحقيقيين؟ أولادي المحاربين؟ كم عددهم الحين؟ اليوم عندي في المركز ذوي الهيمام 200 اللي كانوا عندهم كانسر يعني عدد كبير لأنه المستشفى الوحيدة بجنوب العراق يجي لها باليوم 50 طفل أو 25 طفل لمدة 5 أو 6 سنوات فهو بنهاية مرقم يعني هو مستشفى أو أكاديميت محاربين؟ شو المشروع؟ هو مشروعين؟ مشروع واحد؟ إذا ممكن يعني شو القصة بالضبط؟ أنت انتقلت في مراحل؟ كيف بدأت؟ الحقيقة أنه هو بالواقع أنا فقدت شخص عزيز عليه في السرطان كان أحد أفراد العائلة وكان هو كبير العائلة ففقدانه بشكل مفاجئ كان مؤثر فلما دخلت للمستشفى دخلت مثل الشخص اللي عنده صدمة كل همي أني أعرف هذا الطفل شنو قاعد يعاني أو شنو يحس فبلشت بالتطوع بالمستشفى وكان عمري 16 سنة بعدها لما كبرت شوي بلو شوي الأطفال يعني أول طفل توفى أمام عيني كان عمري 17 سنة كان عمري أنا 17 سنة فبعدين خسرت كل الأطفال اللي عندي فانتقل المشروع أني طلعت أبحث عن أي طفل أقولهم مرات يمكن أني كنت أتمنى أسمع ماما مرة ثانية خسرت كل الأطفال؟ بالفعل خسرت كم عددهم كانوا؟ كانوا 150 150 وخمسين؟ كلهم ماتوا؟ في ظرف كم سنة يعني؟ من 2016 لغاية 2021 عشتي معهم رعاية وانتقلوا كلهم إلى أنا ما كنت أشعر أني في حياة برى المستشفى لأنه هما كانوا أصدقائي وأولادي يعني أنا أكثر جملة ظل ترنب رأسي لما يصحوا ينص الليل يقل لي يوم وأنا خايف فهنا أؤمن أنه بالفعل أنا كنت جزء من الأمان اللي محتاجه هذا الطفل ففقدانهم يمكن كيف تحملتي يعني فقدان 150 واحد وراء واحد؟ يعني ولا اعتدت على فكرة الفقد مستحيل تعتاد على الفقد أنا اليوم لو واحد منهم تنجرح إيدا أنهار لكن مرات تؤمن أن رب العالمين عنده حكمة بشيء أنت مجبر أنك تؤمن بحكمة رب العالمين وأنا بالفعل بطلت أسأل ليش؟ أنا كل يوم الصبح أسأل إيش راح تسويين تاله؟ مو مهم الطفل اللي قدامش قدره حيعيش المهم أنه أنه ما تخلي واحدة يعاني أنا آخر أو أحلى لحظات بحياتي كانت بآخر أيامهم في العناية المركزة أنا كنت حرمتهم من الحلويات طيلة 3 سنوات أو 4 سنوات أنه ممنوع عليهم وزين عليهم فبهذا اليوم هذا اليوم خلاص أنه أدخل للدكتورة قالتلي هذا الموقف ولا أنسا مع أحد البنات فدخلت للدكتورة قالتلي تاله طلعي أنه قبل يومين كنا خسرنا أحمد وأنه هوني على نفسك أو على صحتك فقلتلي أنا ما عندي شيء كم يوم تتوقعين باقي لفاطمة؟ تشاند قللي يوم أو يومين قلتلي أنا بس راح أدخل أعطيها الحلويات وأطلع والفعل كانت هذه هي آخر مرحلة بحياتهم أني أعطيهم حلويات خذهم بحضني بعدين الطفل 4 أو 5 ساعات وأنه يتوفى فمستحيل الموت يكون سهل لكن اللي تحتاجه أنك تؤمن وأنه رب العالمين اختارك في هذا المكان بعد ما انتقلوا الأطفال 150 لا رحمة الله بدأت مشروع جديد المشروع الذوي الهيمم بدأ تقريبا بنصف مرحلة المشروع الأول لأنه كانوا يجون للمستشفى أطفال من ذوي الهيمم لأنه متلازمة داون عندهم فدائما يصابون باللوكيميا فبلشت أنه قاعد يجون أطفال متلازمة داون حاول أني أخذهم لمدرسة يقولوا لي إحنا مو عايزنا مخابيل فكنت أسأل عن الصم البكهم يقولون ما بعد السادس هذا ما عنده مدرسة أسأل عن التوحد أسمع في قصص أطفال أهلهم يربطوهم على الدرج أو في السرير حتى لا يأذوهم فهنا بلشت الفكرة أنه أنه أنت مو تشوفين الموت هو النهاية طيب لا ما فيه نهاية أعظم النهاية أنه أنه هذا الطفل عايش وهذا الطفل قاعد يتكلم وهذا الطفل عنده أهل لكن هو ميت من داخله إحنا سلبنا منه كل شي سلبنا منه المدرسة والصديق والبيت واللعبة وكل شي كل شي مسلوب من ذوي الهيمم في العراق وفوق هذا لما يطلع للشارع قاعد يتعرض للتنمر أو يتعرض للاعتداء لا زال للآن أطفالي عندهم آثار بأجسادهم من التعنيف اللي تعرضوا له في الشارع فأنا بلشت بمنتصف مرحلة الأطفال اللي عندهم سرطان والحمد لله لغاية اليوم كيف بديتي بالضبع؟ شو سويت؟ مع ذوي الهيمم؟ أه أول شي بلشت أني طلعت للشارع لأن هذا الجيل أبعد ما كانت شوفه به هو التقاطعات أو الأرصفة فأول شي سويته طلعت أدور عليهم قلت لقيت بي طفل كان على كرسي متحرك قلت له أنا أنا كنت أفتر بسيارتي فقلت له أنا ضيعت المنطقة ومو عرفة إحنا وين فقل لي أنا رح أساعدش وأدليش قال دلاني على المكان فقلت له أنا رح أقعد أرتاح يمك ممكن أنا كان كل همي أريد أعرف كيف يفكر الطفل لأنه أنا كان عمري بوقتها 19 سنة يعني أدو بعرف أنا كيف أفكر فقل لي قلت له أنا تعرف شنو حلمي أنه يخلون البنات يلعبون طوبة فأول كان قاعد أمام بيته والأطفال قاعدين يلعبون كرة قدم قلت له أنا حلمي أنه يخلون البنات يلعبون طوبة فأمي ما تخليني ألعب أنا بس قاعد أحاول أني شايف تفهمين لا قاعد أحاول أني أنطقة لأنه ومسوه لا ينطق فقال لي تعرفين أنا أعظم أحلامي أنه رجلي تتوصخ بالطوبة أو أني أروح للبيت وما ترزني لأني قاعد لعبته إياهم وأنا كل يوم أقعد بالباب بس حتى توقع علي الطوبة بالغلط وأروح أودي لهم إياه فبلشت أشوف أنه الحياة بالفعل مسلوبة مالموت ممكن يكون بداية ثانية يعني أنا دائما اليوم لما يعني ألف الحمد لله يا ربي أنا كل يوم أقول يا ربي لما يتوفى طفل أقول يا ربي بس أعطيني رؤية بس شوفني أنه هو بخير أو لا فأنا متأكدة أنه كل اللي يتوفى همه بألف خير بيش تشوفين رؤى إيه هذه كان أحظم رحمة من رب العالمين للأولاد نفسهم بعد ما ينتقلون يعني مثل رسالة تطمينية هذه أعظم شيء بحياتي أني بالفعل لأنه تعرف العراق بلد مختلف الأديان والطوائف فبلد كل واحد عنده فكرة فكل واحد عنده قصة ورح يروح لعذاب القبر ورح يروح في كثير قصص تقلمك وأنا خصوصا يعني أنا أملي كل الطوائف والأديان أنا أطفالي من كل فأنت تسمع منه يعني هل بالفعل هو شهيد أو هل بالفعل أنه لا والله رح يتعذب فشايف أنا أقول يا ربي أنا مو مهم أنت كتبت أن يموت خلاص الأطفال من كل الأطياف الأديان اللي موجودة في العراق ولما انتقلوا وماتوا شفتي رؤى تطميني أنهم بخير صح؟ وهذا الشيء جيد يعني يعطاش شعور أن الأمور كلها الإيمان قوي في هذه يعني لازم يكون إيمانك قوي وأنت تمارس هذا الدور السرطاني علمك أنك تؤمن أنت تكون بين طريقين يا أنك تبعد عن الدين وعن رب العالمين لأنك رح تظل تتساءل ليش 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 قاعد يصير ليش هذول أطفال ليش قاعدين يخلون نفسهم بهذه الطريقة لغاية ما تضيع كل الطرق بالنهاية رح تلقى أن لا صديق أن ينفع يكون ملجأ ولا أب ممكن ينفع ملجأ ولا أم تنفع ملجأ لأنه تخيل أنا اليوم أكون زميلتك وكل يوم قاعد أقول لك ابني توفى أنا محتاجة دم أنا محتاجة صفائح أنا محتاجة علاج كيمياوي أنت القوة التي تحتاجها حتى تلم هذول الأطفال لا لديك مصدر لها فتعرف قيمة الإيمان الحقيقي رب العالمين لما بعثك أنك تصلي حتى تكون قريب يما ولما بعثك أنك تصوم حتى تفكر بناسا ولما بعثك أنك تزكي حتى تفكر بناسا فتشوف أن محور الدين الأساسي هو كيف رب العالمين يريد أن يكون جنب بعض وبالنهاية نلجأ إلى لما نحتاج أن نلجأ لأحد لما اخترت هذا الطريق يعني عمل تطوعي معناته أنت راح تستنفذين جزء كبير من وقتك في عمل ما لها مردود مادي وبعدين فيه جهد كبير وساعات طويلة تقضيها خارج البيت في المستشفى أو غير وانت صغيرة في العمر ما واجهت معارضة من الأهل شوف أنا قبل ما أجي بأسبوع كان عندي طفل في العناية المركزة فأنا طلعت بالسبعة الصبح رجعت بالعشرة بالليل فأول ما دخلت على والدي قال لي إخوانك راح أول السينما قلت له أوكي قال لي أنت بحياتك شفت سينما قلت لا لا أنا بلفعل في كثير محطات باعت من تالة لكن لو نجي للحقيقة أنا ضيعت كل شيء وليقيت تالة لأنه أنا عرفت قيمة الحياة الحقيقية السرطان والإعاقة والموت وكل هذه المتاهات تعرفك قيمة نفسك أنك بلحظات كن عندك كل شيء يعني أنا الموقف اللي بحياتي ما ممكن أنسى أنا كان عندي مبلغ جدا كبير وكان عندي علاقات جدا طيبة مع كل السياسيين في العراق وعلاقتي طيبة مع الكل ألف الحمد لله كان ابني يموت قدام عيني ولا مستشفى في العالم طبلته فهنا تعرف قيمة الحياة الحقيقية أنه لا بماتك ولا بقوتك ولا بكل شيء فبالفعل أنا لو ضاع مني شيء فضاع الطفولتي وشبابي والمراهقة والجامعة كل شيء ضاع بس أنا لو وجد شيء فأنا وجدتها بالأخير تحسين نفسك كبرتي قبل الأوان؟ والله أنا دائما أشعر نفسي جدتهم وبيبتهم للآن أنت مش متزوجة ما هالمشروع مش في بالتش يعني يعني حياتش كلها مسخرة للأطفال هذي هم ملوا علي كل شيء حرفيا يعني المحبة والخوف والعاطفة والمشكلة لما تدخل بعمق الحياة ما تبدي تقتنع بأي شيء في الحياة لأنك المتلازمة الدون يعلمك الحب الحقيقي يعلمك قيمة التعامل يعلمك الحنية أنا وصلت لمرحلة ما أقدر أطلع من الأكاديمية ولا أقدر ألتقي بالناس العادين لأنه كثرة الأزمات أو كثرة المشاكل حتعرض الناس أن يكون عندهم بعض النقص فيه نفاق فيه كذب يعني لا تخلوا منها حياتنا فلما تظل تعيش مع هذه الناس تقول وين العالم بره والعالم اللي أنا فيه يعني ناس تخاف عليك تحبك ضحكتها على ضحكتك ما عندهم أي رؤية بعيدة لأي شيء مأساوي فكرون في اللحظة اللي ممكن يعيشوها ومو مهم باتر فأنا كل شيء تعلمت من هذول الأطفال مريتي بهزائم يعني ممكن كانت تؤدي للانسحاب من هذا المشروع مواقف صعبة شي قلتي خلاص تعبت ما ما قدر أكمل وفاة أكبر أبناي ما اسمه كان؟ حسين حسين أو حسنية هو كان يطلب مني أني أنا دي لحسنية لأن كان في بنات أكبر منه فيقول لي أنا البنت وأنا الولد فأنا اسمي حسنية فحسين هو كان يعني أول طفل تعرفت عليه والطفل كبر معاي يعني هو كان هو نفس اللي بالتقاطع كان؟ لا 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 حسن عنده كانسر عنده كانسر عنده كانسر فأنا لغاية الآن أذكر أنا كنت واقفة على الباب على الباب العناية المركزة أقول لي يا ربي اختبرني بكل شيء بس مو أكبر أبنائي لأنني بالفعل ما رح أقدر أكمل فهذه كانت آخر ساعات بحياته فأنا ما عرف إذا أسني تسمح لي أدخل في لكن هذه هذه مرحلة خروج الروح فكنت لما لما يتألم أطلع فيصحني قولي تالا تعالي رجعي لما أرجع لي قولي لا تخليني بهذا المكان وحدي فما بين أنك تريد تترك المكان وما بين أنه طفل عمره حسين مو طفل حسين عمره 22 سنة لما توفى فهذا اللي عمره 20 سنة خايف أنه يبقى في العناية المركزة فكيف إذا أكو طفل عمره 3 سنين أو سنتين يعني أنا شفت أنا عشت كل الأدوار في الدنيا لكن لغاية الآن أؤمن أعظم دور هي الأم الأم الملجأ اللي تروح لها لما تخاف احنا نكبار اليوم لما تنكسر أو تتأذى أو تحتاج أنك تتكلم لحد ستروح لأمك فما بالك أنه هالطفل اللي تجرد من كل شيء فبالفعل هي الأم الملجأ فهذه الجملة هي كانت محورة تغير في حياتي أنه لا خلاص الكبير اللي ما تحمل في أطفال محتاجين تالا أكثر الأمومة اليوم موجهة نظر تسألت عن رأيك الآن تحسين دور الأم تراجع في الأسرة في مجتمعاتنا العربية وليش ما هذا مبني على الأسس اللي كبرنا عليها أنا للأسف أنا قلت لك كثرة الأزمات في العالم رح تولد نقص بكثير من تصرفاتنا وشخصياتنا وبالنهاية ينعكس على الثقة بالنفس ينعكس على دورنا ومسؤولياتنا ينعكس على وجهات نظرنا كيف قاعد ننظر هل هو الزواج كيف؟ أنه خلاص بدله خلاص فلو إحنا عندنا قدرة أنه إحنا نربي أنا دائما لما أطفالي يفكرون بالزواج أقولهم اسأل نفسك سؤال هل أنت مستعد أن تولد شخص نسخة منك أو لا؟ لأنه هذا اللي رح يصير بالفعل أنت رح تجيب الطفل يشبهك أنا اليوم لما أكون عاطفية مع أطفالي كل يوم عاطفين وأنا لما أكون عصبية مع أطفالي كل أطفال عصبيين إحنا نقول للأب لما تقرر أنك تدخن لا تلوم ابنك إذا دخن فهذه المشكلة اللي إحنا عندنا اليوم إحنا نريد نتزوج لكن من يربي الأطفال هل إحنا عندنا استعداد أنه ننشئ هذا الجيل؟ طيب كيف رح تنشؤون هذا الجيل؟ للأسف أنا شوف أنه إحنا ما عارفين لغاية الآن نفسنا الحقيقية فكيف ممكن ننشئ أجيال كاملة؟ زعلانة على الأمهات؟ أكيد زعلانة واحدة؟ شوف أنا عشت كل شيء أنا اشتغلت كل شيء وصلت في كل مراحل الحياة لكن أعظم دور أديت بحياتي هي الأمة أنا تركت شغلي في الصيدلية وتركت شغلي في المستشفى وعائلتي أشوفها صدفة أو ما أشوفها باليوم لسبب واحد أن أعظم مشاعر تجيني لما أنجح أني أكون أم حقيقية لما هذا الطفل يترك كل العالم اللي حواليه يصحيني الصليل يقولي يما أنا خايف معناها أني نجحت أكون الملجأ وهذه رسالة رب العالمين الأم هي الأرض الأم هي الملجأ فزعلانة أكيد لأنه للأسف قيمة الأمومة الحقيقية فقدت أنت تمنحين الأطفال كل شيء الحب الحنان الرعاية الأمومة كل شيء ممكن يحتاجها هذا الطفل تمنحينه أيام من هذه الدنيا أنت مني منحج هذه الأشياء؟ يعني الأشياء التي تحتاجينها في حياتك هم أطفالي هم نفسهم كيف؟ كيف؟ أنا تعلمت من متلازمة داون كيف تحول لما يدخلون على بيت محروق يأخذون الرماد ويرسمون لوحة هذه أدق تفصيل لمتلازمة داون توفت أحد صديقاتهم باللوكيميا كانت متلازمة داون بعد جيت شفتهم تحت الطاولة أو الميز احنا نسمي قلت لهم ماما شنو صاير؟ قالوا زبيدة توفت قلت لهم ألف الحمد لله يا ربي وإحنا موجودين أنا ما كنت أتمنى الخبر يوصل لهم فبعد شوي وإلى أجويني قالوا إحنا ظلنا نصافنين بالموضوع إذا نريد نشتاقلها نشوف الصور وإذا نريد نسمع صوتها رح أشوف الفيديوهات فشوف طريقة نظرة الحياة البسيطة اللي بالفعل إحنا محتاجيها يعني تبسيط الأمور برؤية المتلازمة داون كمية العاطفة اللي عندهم يعني أنا يغمروني بعاطفة أضعاف اللي أنا أغمرهم فيها أنا لو دخلت للمركز ضايجة متعبانة ضايجة المركز والكامل ينقلوا الأطفال 200 طفل اللي تلقاهم عندي في الغرفة ما مش بيش منهم زعلش ليش ليش تيصار يعني شايف أنا هذه الجمال عندي إياها بالدنيا أما الأكبر اللي هما من الصم والبقهم فهذولا سندي في الحياة اليوم صار عمرهم 23 سنة و24 سنة فهذولا اليوم جزء من حياتي واحد منهم مدير مصنع والثاني مدير مكتبي والثالث هو اللي يطلع معاي في كل مكان ويسوق السيارة الحمد لله أني دائما كنت أفكر أقول ما عرف إذا رح أقدر رح أكون أم في يوم من الأيام أو لا فأنا بالفعل كل أم تقول أنا أحتاج سند فرب العالمين عوضني بأعظم سند أنا عندي 200 شخص بالفعل يضح كون معاي يبتون معاي كيف تتعاملين مع شخص بعمرج تقريبا على أساس أنه إنك أمة يعني شخص عمره 24 و25 سنة بس أنت أمة يعني كيف كيف تكون طريقة التعامل يعني يعني إذا كان صموا البقهم معناته هو في كامل قوها العقلية صح؟ صح بس أنه ما يتكلم وما فكيف تكون طريقة التعامل يعني كيف عطفة الأموم ممكن تغمر شخص هو بنفس العمر يعني أنا ما أتسائل يعني شوف اللي هم يختاروني كأمو أنا اللي أختار أنا عندي عاطفة تسعى لأطفال لأنك بالفعل لما تشوف فيه إنسان مكسور ماكوشي رح يرمم الكسر غير العاطفة السرطان أو الإعاقة لو ما صورت بالطريقة الصحيحة فهو انكسار فاللي صار أنه هم اللي يختارون هذا الموقف أنا للغاية الآن أذكر أن أكبر طفل عندي من الصم والبكم طفل متعرض للتعنيف كل اللي أنا كنت أحاول أسويه أني شايف أني أمسح على راسه بمختلف الطرق بطريقة الكلام بكيف أني أدعمه فشنا دائما أخلي دخلي يساعدني أنه ما كان يقبل يسوي أي شيء نتيجة التعنيف اللي يتعرض له فلمدة سنة ونص أنا أحاول أني أعالجة نفسيا من اللي عاشه فبعد سنة ونص إجيت لبت منه قلت له أنا يؤلمني أنه أنت بهذا الوضع وأريدك تحاول أنك تساعدني بنصنع أطراف صناعيا للأطفال أو نصنع أجهزة مساندة للأطفال فبلش يصنع جهاز وننزل نشوف تأثيره على الأطفال بهذا اليوم بعد خمس محاولات انتحار بهذا اليوم يجي صعد تاني يقول لي أنا عندي طلب واحد تتفضل قال عادة صح ليش ماما؟ قال لي أنا أول مرة أشعر أني أستحق أعيش أنا ما قدمت له شيء أكثر من عاطفة الأمومة وأنا مؤمنة بهذه القضية شوف أنا درست الإعاقة تركت مجال الصيدلة بالكامل وحولت بحوث على الإعاقة أنا لليوم عندي أكثر من عشر بحوث عن الإعاقة ودرست بحوث الوطن العربي بالكامل أنا كل ست شهور أسافر لدولة أشتري برامجها الجديدة وأدخلها للعراق بدراسات جديدة فأنا ما أتكلم لك هذا عن جهل أنا درست كل شيء تعلقت على كل البرامج عشت تجربة عشر سنوات واليوم أرجع وأقول لك أن الأمومة هي أعظم ملجأ حتى يبدأ خطوطها الجديدة كيف تمولين نفسك؟ تمولين هذه المشاريع كلها البحثيين تمويل هذه المشاريع كيف تشتغلين؟ كيف لو أنت غنية؟ يعني في مفارقات لأنه يعني أنا مرات أكون غنية ومرات أحد الأطفال يتمرضي حتى جرعة كيمياوي بعشر تالاف دولار فأكون مو غنية فهذا اللي يصير معاي أنه يعني ألف الحمد لله أنا تعلمت كيف أتقبل كل الحياة أني بالوقت اللي رب العالمين يفتحها علي أقول خلاص في شيء اسمه سيلفستيم لازم نفكر بها لهم نفكر بالأطفال ولما رب العالمين يقول لي لا أنت مرسلة لأحد الأطفال فخلاص كل ما عندي يروح لهذه الأطفال بس لا تصدق أني عطيت شيء لهم وما رجع لي أضعف تأثيرش في المجتمع بعد نجاح التجربة كيف تعيشين يومش كيف تنزلين للشارع كيف يشوفون كيف يستقبلونش الناس الأمهات النساء حتى رجال المجتمع أنت في البصرة يعني مجتمع البصرة مجتمع متداخل وكيف يستقبلونش الناس يعني كيف تعيشين يومش كيف تقضين حياتش طبيعية هو يمكن أعظم نجاح لما يحبك المجتمع ويساعدك أنا نجحت بالبصرة لأنه أهل البصرة طيبين أنا لما وصل الأثاث للمبنى وصلت الشاحنة وأنا وحدي أنا توني فاتحة مشروع ذوي الهمم نزلت الستوري على الإنستغرام كتبت أنه وصل الأثاث وأنا بعدني قاعدة أدرب المدربين وحتاج شباب ينصبوا لي الأثاث بيغضون ساعة أكثر من مئة شاب من الأكاديمية بالكامل فبالفعل أنا إذا أكو صورة للنجاح وإلها سبب فسبب وجودي بهذا المكان قدرت أقنعهم أني ما قاعدة أسوي شي خطأ وقدرت أعرف طينة هذا الشعب شنو يحب وكيف أنه ما ينتق التالى بيوم من الأيام نحن دائما نقول امشي عدل يحتار عدوك بيك فأنا كنت أجي على نفسي حتى ما أخذ تبرعات منهم حتى لا بيوم من الأيام يجي لأحد فكرة أنه في استغلال للأطفال في هذه المبالغ اشترت بها كذا شي أنا ما ريد أي شي من أحد ولا تتبرعوا لي ولا أقبل أي هدية لا من وزير ولا من سياسي ولا من رئيس ولا من أي أحد لا أسمح بهدية ولا أقبل بتبرع ولا أي شي لكن في دعم أساسي يأتي للمركز من البنك المركزي العراقي هذا الدعم مستمر دعم حكومي يعني بشكل رسمي لكن ما تخذين من الأفراد أبدا ولا تخذين من المسؤولين ورجال الأعمال أبدا ولا السياسيين أبدا لا لي ولا لأطفالي وان عرضت عليك مبالغ أكيد وفرص أكيد من قبل السياسيين ومن قبل لا اللي صار أنه يعني أنا ما أقبل بالهدية لكن أقبل بالدعم الرسمي الدعم الرسمي واضح للمؤسسة في شيء واضح في أوراق في رسومات في شيكات في ناس قاعدة تشوف كل شيء أنا أقبل غير هيتش أنا أي هدية تجي من أي شخص ترجع في هدايا وصلت أكيد يعني من أرسل هدايا والله كل الهدايا رجعت بس من أرسلها يعني في ناس تريد تكرهم للطفل هي تعتبر تالا وسيلة فهذه مبلغ لتالا وهذا مبلغ للطفل أقول له أنا لو أريد مبلغ يعني أنا مرات لما شايف أنه هذه ألف دولار لتالا أقول له هذه إهانة لأنه أنا لو أريد ألف دولار أروح أفتح صيدلية أخذ أربعة ألاف بالشار فأنت تعال قولي رحم الله والدي أنا لما طلبت رئيس الوزراء العراقي السابق أنه يحضر للأكاديمية فتصلوا بها قالوا أنت ش تريدي من عندك قلت لهم يحضر فرجعوا تصلوا مرة ثانية قالوا شنو طالبات قلت لهم يحضر فكانوا يرجعون كل مرة يخابرون في شيء متعلق في مشاكل قلت لهم في مشكلة كان عندنا في أرض خصصتها لدولة تريدين هدايا تريدين شيء قلت لهم وجودة بين الأطفال وقيمة تأثير المعنوي على كل نفسيتهم هو أعظم هدية أنا أحتاجة بهذه اللحبة وبالفعل هذا اللي صار مع دولة الرئيس فهذا اللي أنا أركز عليه ما أريد الإعاقة تكون وسيلة للاستجداء ولا وسيلة أنه يكسب عواطف الناس تريد تدعم خايف على أطفال تعال فيه شيء رسمي أنا اليوم عندي قطعة أرض وهذه القطعة اللي غايت الآن ما مبنية في البصرة في البصرة كم ساحة تقريبا؟ 2500 مدرسة وشو المشروع اللي يودرش تبني فيه مدرسة لدوي الهمم مدرسة لدوي الهمم كم بتكلف تقريبا؟ يعني تكاليفة تكون عالية بالدولار يعني بالدرهم الإماراتي بالدولار أسهل عليك مو عارفة بالتحديد بس يعني أنا لازم أبني شيء على كواليتي عالي لأنه اليوم أنا لما أسوي أكس جينج مع الإمارات فالإمارات رح تطلب من تالي كواليتي تطلب أنتي بكتريال فلور تطلب عوازل في الأرض وجبت كودات دبي وجبت كودات لكويت وجبت كودات مصر وقعد طبقتها وطلعنا بمبنى كم؟ ما أعرف المبلغ بصراحة لغاية الآن لم يقدر لكن أعتقد أنه ما رح يكون مبلغ بسيط وهذا أنا اللي وجهت العالم عليه اليوم أنه هذه أول مرة بحياتي أسمح الناس تتبرع وبدأت جمع تبرعات؟ ما بدأت لغاية الآن أنا بدأت أقتنع بالفكرة لأن في أرض لازم تنبني المبنى اللي آن به هو بنك مركزي بنك المركزي الرئيسي للدولة الموقع البديل للبنك المركزي وأهم مبنى في الدولة يعني لما صار خلل في البصرة أجوا وفرغوا القاصات اللي عندي في الطابق الأخير لأنه هذه بنايتهم ومو بحاجتها والله يعطيهم ألف عافية أنهم سمحوا لنا أننا نقضي بها ست سنوات أنا محافظة البنك المركزي أذكر جملتها دائما يقول أجتني ثلاثة طفلة قلت سنة واحدة ورح تطلع رح يصير ست سنوات وإحنا مقادرين ينقلها طلعي لكن بالنهاية لازم يرجع المبنى لهم اليوم أو باتر فالفكرة اليوم بجدية أنا لازم أبني بيت آمن مستمر وموجود ما أخاف بيوم يجي أحد يوقع على سلب هذا البيت من عندنا ففي أرض بعد أن استلمت الأرض بشكل رسمي قبل ستة شهور صرت أقتنع أنه تعالوا تبرعوا بشكل رسمي في البنك على أمل أنه لازم نبني هذا البيت يعني مراتي قول تعال شوي على نفسك تغير بعض مبادئك لأنه أعتقد اليوم هو ما هو غلط في النهاية لنا العب هو ما هو غلط لكن أنا بلشت عمري 16 سنة ما أنت تطلع أنت فجأة تطلع على مجتمع كان يشوف ذوي الهمام عالي عليه وتطلع طفلة عمرها 16 أو 18 سنة تقول لك أنا أريد أفتح مدرسة أي مدرسة إحنا شباب ملاقين نشتغل إحنا ملاقين ناكل فش المدرسة اللي تريدين تفتحيها فكان نسبة أن يمسكن علي خطأ شيء سهل يعني أنا يمكن أكثر الأشياء اللي أثرت بي هي أنا فصلت من الجامعة فصلت من الجامعة فصلت من الجامعة بمرحلة رابعة والسبب؟ السبب أن عندي أنا أحمد وحسين هم الأكبر أبنائي هم عزيزين علي فأحمد وحسين كانوا آخر الأطفال اللي توفوا في المركز اللي كانوا في المركز فتوفى أحمد وبقى حسين ببحدة من 150 طفل إلى أن حسين ببحدة وكل الأطفال اللي حواليه جدد فما عنده غيري ترك العلاج ترك الأكل ترك الشرط ما كان يشوف أي شيء بالحياة خلاص هو يريد يموت يقول لي ماما إحنا بحبل مشنقة كلنا رايحين عليه فما كان عندي خيار غير أني أقعد مع حسين طول الوقت لأن الجامعة تتعوض بس هذا رح يموت وأنا عارفة وكان بوقتها السرطان واصل للسي أنسي أو الجهاز العصبي المركز ففصلت من الجامعة وإذا بأحد السياسيين يغرد تال الخليل تفقد عقلها وتلتحق بقافلة المجانين أنا كل شيء أنسى بحياتي إلا هذه التغريدة لأنه إذا أنا فقدت عقلي الله يسامحك بس قافلة المجانين منه أطفالي فهذه أثرت به الجملة فأنا كنت بوقتها بسهولة تلقي علي انتقاد أنه قاعد تجمع مبالغ حتى تأخذها إلها وشنو اللي يثبت لك فأنا ما أريد أي شوشرة حاليا فيه إنسان يحب الأطفال دوني كارفان صغير قاعدت بهذا الكارفان أنا مستمتعة بهذه الحياة وخلاص هذا اللي أنا أتمنى حاولوني فترة من فترات بعض السياسيين أو بعض التيارات أنها تستفيد من تأثيرك في المجتمع مثلا توظف قدراتك الكبيرة للتأثير في المجتمع بشكل أو بآخر لصالحهم أنا بصراحة بعيدة عن الجانب السياسي بس صار شيء مثل هذا أو شعرتي فيه ما رح يصير ما رح يصير ليش في قانون لا نعرضت عليش على الأقل نعرضت بس ما رح تصير نعرض شيء يعني ما رح تصير ملا رح أسمح لأحد يستغل الأطفال لو كان على آخر يوم في حياتي لأن شوف أنا وصل يعني يعني فيه كثير قصير يشوف فيه أحد السياسيين دخل للأكاديمية معاه هدايا فطلب مني أنه هذه الهدايا تتوزع فوقفت معاه قلت له أنت والدي وهذا ولا أطفالي الهدايا تتوزع خلف الكاميرات لا وإحنا جاي بيها وإحنا قلت له أرجوك أن الهدايا تتوزع خلف الكاميرات لأن إذا أنت اعترضت على هذا الموضوع فالاتفاقيات الدولية رح تضربنا كلنا بالكامل أنه هذا أبيوز للطفل كيف قاعد تستغل للطفل هذا الطلب نفسه طلبته لوزير ونفسه طلبته لدولة الرئيس وأطلبه بكل احترام وتقدير واعتزاز هو من ساعاته قاعد يقدم الهدايا مو أكثر بس أنا لما أطلب منه بكل أدب أنه أرجوك أنه لو جاي بهدية الأطفال لا تعطي خلف الكاميرا وتوقف تصور معاه ما هو مو وسيلة إلك ولا رح أسمح يكون وسيلة لأحد فكانوا يقدرون بالفعل دولة الرئيس أو السيد والوزير كلهم كانوا يقدرون الموقف والهدايا تتوزع يعني مو أمام أحد ولغاية الآن إذا يؤلمني شيء في العمل الخيري هي هذه اللقطة التصوير اليتيم رح يكبر ويشوف أنك قاعد تتصدق عليه واللي عنده صم بكهم أو متلازمة دون عنده وعي أنك قاعد تذلة ما بعد عشرين سنة رح يكبر يشوف نفسه أنه قاعد ياخذ ظرف من أحد حلو الخير لكن لا نوصل لمرحلة أنه نقلل من قيمة الطفل في لحظة التكريم لما تم إعلان نسيتني فايز نسيتني فايز السوالة راحت من بعيد لكن قلنا نرجعك للحظة للحظة الحلوة هذه وأنت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لما نادوا باسمت تالا شو أول فكرة لامعت في ذهنك شو اللي شفتي شفت أكبر أبنائي أنا أول حسين حسين تبارك وأحمد هما الثلاثة الأكبار أول ما فتحت مبادرة الصناعة الأمل أنا رفضت أني أقدم ما كنت طفلة وداخلة في مستشفى وما كنت أحس بالإنجاز وين الإنجاز؟ أنش قاعد تلعبين مع الأطفال وأنت مستمتعة بالحياة هذه قبل أن يبدأ الموت فبعدها صار أن أجت تبارك كانت تقول لي روحي قدمي قلت لها ما أحس يعني أنا ما عندي إنجازات في ناس عندها ألاف الإنجازات قلت لي ماما أنا حلوة لولا قلت لي حلو قلت لي شعري حلو لولا قلت لي يعني ممكن باشر يطلع أحلى من عنده قلت لي أنا لو ما كنت موجودة باللحظة اللي وقع شعري كنت انتحرت في الموسم الثاني تبارك توفت بقى أحمد وحسين فأجي حسين قل لي أنت ما رح تقدمي علامو التبارك توفت قلت لي بعدني ما حس أني لازم أقدم فقل لي رح تشوفين تبارك أول وحدة قاعدة تصفق لش بين الجمهور في الموسم الثالث توفى أحمد في الموسم الرابع جيت لحالي فأول لحظة مساكت فيها الكاس ما أجي ببالي غير أحمد وحسين وتبارك كانوا يتمنوني كنوا موجودين وكان واحد يضحك على الثاني يعني أذكر لما توفى أحمد إجا حسين قل لي باعي أحمد كان طويل كلش هو متوفى بس طريقة التعامل مع الحال قل لي مامو أنتي مو ضايجة لأن أحمد وحسين متوفين أحمد وتبارك متوفين ترى أحمد كلش طويل تلقي قاعد بالأخير ويد جمهور فيعني هذا اللي إجا ببالي بوقتها أنه الحمد لله قدرت أسوي شي كانوا يحلمون به وأكيد هم كانوا موجودين معاه الله يرحمهم يا رب أحمد يا رب العالمين في شي تحبين تقولينا شي تتمنين الآن في شي في بالت شي ما تحبين تقولينا تعرف أنا شلو تمنيت بلحظة التكريم أني تكرمت في يوم من الأيام في بلدي في بلدك هذه شوف مرات مرات لما تنفذ طاقتك تحتاج أحد يقول لك رحم الله والديك بس فبالفعل تمنيت لي لحظة أني يتكرم في بلدي الله يعطي ألف عافية ويطول بعمر الشيخ محمد أنه قاعد يخلي العالم تشوف اللي قاعد نسوي لأنه إحنا ما نقدر نمثل على حالنا القوة اليوم حتى الطفلة لما تخس المواعين في البيت تنتظر أن أمها تقولها عشت إيدك فإحنا صح وما نريد مرات تشعر أن هل العالم شايفة؟ أو هل العالم قاعد تعرف شنو قاعد يصير؟ والتكريم هو كأنه سبوت لايت تعالوا شوفوا تعالوا ممكن أنه أحد يقلد المشروع أو أنه يسوي نفس هذا المشروع فتمنيت أني صار في بلدي وبالفعل دعايت للشيخ محمد الله يعطي ألف عافية يا رب أبشرت أن الأمر صار في بلدك الإمارات هي بلدك وبلدك العربي ألف الحمد وبلد كل إنسان أصيل يحب الخير للناس الله يحفظك سكتورة تعالى ومبروك مرة جديدة التكريم الله يحفظك شكراً لك شكراً على وقتك فرصة سعيدة شفناتش أنا أسعد بوجودي بين أهلي في الإمارات الله يحفظك يا رب شكراً لك شكراً لكم